نظم نادي نجم الشباب الرياضي البيضاوي دوري ويد في كرة القدم يأخص الفئة الصغرى بالمركب الرياضي الحاج محمد ندير بمدينة الدار البيضاء هذا الدوري اللي كتشوفوه هذا الكونسبت هذا كنديره تقريبا بجميع المناسبات الوطنية وتكريبا لجميع الأبطال السابقين وجميع من قدوا خدمات هذه البلاد رياضيا فنييا سياسيا أشك أكازيون ركا نديرها وهذا التورنوى اليوم هو بحال لتورنوى ديما في نفس الطريقة كان نجيبه فراقي من أنحاء المغرب ومن أنحاء الدار البيضاء وهذا السنة جبنا حتى من فرنسا لأننا رام في عطلة وارتأينا أننا نعرضوا على فرقا أنفيت فرقا من مونبوليي لتا يدير واحد جولة في المغرب جات المغرب وعرضنا عليها كنا كنا نسخولها تقريبا هذه 4 شهور وهذه المناسبة كذلك تكون في البروسبيكسيون كحاضرة هنا للمنسيقين دي الأكاديمية محمد السادس لإكتشاف المواهد الواعدة هذه التدهور الرياضي عرفت مشاركة 16 فريقا تمانية فرق تمثل في أتاقل من 11 سنة ومثلها عن الفيا العمرية لأقل من 12 سنة أربعة فرق عن الفيا سنية لأقل من 11 سنة حجزت بطاقة المرور إلى مرحلة النصفة النهائية فريق زيمرلاند فاز على فريق بريستيجيا بهدف واحد دون رد فيما فريق الفتح الريباطي تخطى عقبة نادي مونبوليي الفرنسي بهدفين مقابل هدف واحد المشهد الختامي عرف انتصار الفتح الريباطي على زيمرلاند بفضل الضربة الترجحية بعد انتهاء الوقت القانوني بالتعادل السلبي سفر لمثلها قبل ما نبدأوا كل شي كان مخلوع حيجة كانوا خايفين لنخسروا الفينال وكان حفزتهم قلت لهم ان شاء الله سنربحوه وكلنا حفزنا بعضياتنا ومن اللعبنا دينا ان شاء الله الكاسات التي تشوفوه وحنا فرحانين كنا غاديم مزيان وحنا خسروا ضد زيمرلاند في الدومي فينا البواحد والحمد لله تقنصينا التروازين بلاس مزيانة لعبنا بزيانة الماتشات هيك وتقنى فراصنا بزيانة ولعبنا مزيانة لكن ما كتبت لنا هيك وخصنا المقابل لني ايه هذا النشاط ريدي ختوتي ما بيجرى المباراة النهائية عن الفئة العمرية لأقل 12 سنة بين فريقي الفتح الريباطي ومنبولي انتهت بفوز الفريق الفرنسي بهدف واحد لسفر هذا اليوم الرياضي شكل مناسبة للاحتكاك بين الفرق على مستوى الفئة الصغرى وأيضا فرصة لتنقيب عن المواهب التي ستقول كلمتها في المستقبل